موسيقى بصفته امينام وبقى مبر النقاش لذلك اعطنا الكلمة رفضنا ندخله خاصة ما نتقرص ميكا تهديد بالسجن اللي كله منصر رباء اصرار مكسب السياسي اعتبرنا بنا الكلام غير لائق وكلام غير قانوني فقلنا بنا ندخله في نقاشين في كلامين لا ينمو عن نوع من الاقلانية فانتهى الاجتماع اعطنا الكلمة وحنا نرفضنا اننا ندخله وخرجنا وثم دابه واصدر من جديد بيان باسمه بصفته امينا عمال في حين نوكل الجمال المكسب السياسي الاتجاه الان اللي غادي فيه الحزب ربما غادي لتعميق الازمة ازمة انتهت ازمة انتهت الان وحنا ننتج الحوال مؤتمر لا يهمونا ماذا يقعها هاد القرار اللي اخدس الاميلة متجاوزة وغير قانونية وفيها تصفية حسابات وفيها شطط استعمال سلطته الى اخير ذلك احنا متجين نحو المؤتمر لا نضيع الوقت في المواجهات مع سل الاميلة يعني الذي يهمنا هو ان نحمي الحزب وان نحافظ على الديمقراطية الداخلية للحزب وان نقطع مع الماضي وان ننتقل من الدكتاتورية الى البهلوانية السياسية التي نعيشها حاليا وبناء نالين نحن المينف طويناها نحن ننتج المؤتمر وان ننتج الحضرية تشتغل ونهيئ الظروف المادية والمعنوية والفكريية دي المؤتمر وسنذهب الى المؤتمر اذا نقدرون نقول ان حزب الاصرة والمعاصرة نقسم كنجوج احزاب الان يمكن تقول نقسم ولكن تلتين للتلوت لان الاغلبية معنا هو ما دول اقلية لا يملكوا شيئا ولكن الاغلبية التي لها التي تساهم والتي لها سلطة القدرة القرار والقدرة الامان كلها الان منسجمة مع نفسها وهذه القلال قليلة روضعتنا مساء خارج الحزب تبقى اذا خارج الحزب اذا العناصر اللي معها دعان اصبحت معزولة وانتم اللي تتسيروا الحزب اي شنه العناصر اللي مع نعم مع الموظفين دي المجلس المستشارين وبعض الاتبعها هدا هو اللي مع الامين اللهم بينما احنا بدليل انه اوقف حداشر امين جهوي منتناش يعني واحدة دي الفاس هو اللي يشتغلو لدي انا متهمنيش ولكن حداش منتناش كتبي الحجم دينا هو اللي اعلن هاد الحجم دا واعتمد على احد الفصل القانوني والغية والتغير وتبدل بتعرفت الامين اللي عم ليس له ادرك ماذا يقع داخل الحزب من تغييرات احنا غيرنا الفصل القانوني سعده ستين في مجلس وطاني وكان هو حاضر وصوتنا الى غير ذلك ورغم ذلك مش انتبق هذا الفصل في هذه الظروف هذي وبنسبة لي نحنا اذا كان هذا وقف تنشر منستخجاوي فيعني ان الرجل بدك اشعر بينا هناك ازمة اذا باش يسلم الحزب هو باش يسلم قيادة الحزب للاغلبية شنو السيناريو اللي هو المؤتمر او لشي اخر نعم نستيم القيادة ايبا انه هذا نحن سنعقد المؤتمر باسم الاصلة والمعاصرة وسننتخب امين عام جديد وسنصير افتجال المناسب ننتظر ونضيع الوقت في المهاطرات الكلابية وفي القرارات التي تخرق القانون لا 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 انا سنستمر واذا كان مجرد عنوان كيرا دي المقر هو الحزب يمكن ان نترك له ذلك ونحن لنا من القدرات ومن الإمكانيات اننا وعنا حضاش مكتب جيهوي في المغرب كلهم معنا اذا عند اول مقر ضربتك اعتقد بان هذا هو الحزب فنحن سنترك له ذلك المقر حتى يجب ان هناك يجب ان اجتماع اللجنة التحضيرية مرتقب طبعا احنا الان درنا استمارات حول الانتماع اللجنة بعض الاشخاص يهيئون لأوراق الاولية القانونية والسياسية والتنظيمية وقدرنا عقد اول اجتماع بعد رمضان مباشرة بل احنا مقابلون ومعتزمون على عقد المؤتمر في شهر يوليوز مقابل اشتركوا في القناة